إلى لبنان وحيث يدور سجال دستوري بين رياستي الجمهورية والحكوم على بعد أيام قريلة من انتهاء ولاية الرئيس ميشيل العون وبينما يلوح عون بتوقيع مرسوم استقالة الحكومة رافضا أن تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية عقب خروجه من القصر تزداد المخاوف من أن يدخل الفراغ البلاد في الفوضى تشخص أبصار اللبنانيين إلى القصر الجمهوري هنا حيث قد تخرج قرارات سياسية في الساعات المقبلة قبل خروج الرئيس ميشيل عون من القصر مع انتهاء ولايته قرارات مهد لها عون من خلال تلويحه بتوقيع مرسوم استقالة حكومة تصريف الأعمال رفضا لتوليها صلاحيات رئيس الجمهورية في زمن شغور سياسي بات مؤكدا حكومة تصريف الأعمال الحالية يلي ما أخذت ثقة المجلس النيابي المنبثق عن الانتخابات الأخيرة ما عندها صفة شرعية ولا تمثل الانتخابات النيابية الأخيرة يلي جرت وتاليا لا يحق لها ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة على موقفها مصادرها تؤكد للعربي أن المادة الثانية والستين من الدستور والتي تشير إلى تولي مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية في حال شغور موقع الرئاسة لم تذكر ما إذا كان مجلس وزراء مستقيلا أو كامل الصلاحيات إلا أن في الدستور ثغرات كثيرة كما يرى البعض ومواد قابلة للتأويل ومنها ما له علاقة بمفهوم تصريف الأعمال من 64 من الدستور ناطت بالحكومة المستقيلة تصريف أعمالها هي فقط وبالمعنى الضيق فلا يعقل بالتالي أن تتولى صلاحيات مرجع دستوري آخر التجاذب السياسي مرشح للتصاعد في الساعات المقبلة بينما يبدو أن حظوظ تشكيل حكومة في ربع الساعة الأخير من العهد تراجعت بشكل كبير تغرق البلاد في سجال دستوري عشية انتهاء ولاية الرئيس عون سجال يخشى كثيرون هنا أن يتحول إلى فوضى قد يحدثها الفراغ في المؤسسات إذا تأخرت تسوية سياسية تنتج رئيسا جديدا وحكومة جديدة علي رباح العربي بيروت يبقى معنا من بيروت مرسلنا علي رباح علي تبعنا معك موقف الطيار الوطني الحر ماذا عن مواقف بقية الأطراف السياسية كيف يتفاعل هذا الخلاف الدستوري سياسيا اليوم في لبنان؟ يعني من الواضح أننا دخلنا جمال في الربع الساعة الأخيرة من هذا العهد وبالتالي الأمور مرشحة للتصاعد في الساعات القليلة المقبلة هناك مؤتمرات صحفية متتالية آخر مؤتمر صحفي كان لجبران باسيل وهو رئيس الطيار الوطني الحر الذي أكد فيه بأن هناك مؤامرة للحصول على الرئاسة واتهم مباشرة رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي بالتعاون طبعا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطراف خارجية وبالتالي بتنا اليوم أمام تصاعد الخطاب السياسي الأهم جمال في لبنان هو السيداريوهات المقبلة وهذا ما يتحدث به الشارع ويحاول استشرافه بطبيعة الحال من المؤكد أو شبه المؤكد بأن هناك بعض المرسيم يمكن أن يصدرها الرئيس ميشيل عون أو هذا ما تؤكده مصادره وأولى هذه المرسيم هو قبول استقالة الحكومة طبعا قبل خروجه من القصر الرئاسي علم التلفزيون العربي بأن حزب الله دخل بعد ظهر هذا اليوم على خط السجال بين رئاستي الجمهورية ورئاسة الحكومة ولكن هل ينجح حزب الله في الربع الساعة الأخير بسحب فتيل الانفجار بين الطرفين طبعا لا يمكن الإجابة عن هذا السؤال في هذه اللحظات ولكن في حال وقع الرئيس عون على مرسوم استقالة الحكومة هل يسحب منها الصلاحيات هذا أيضا جدل دستوري آخر أيضا علم التلفزيون العربي بأن هناك اتصالات جرت بعد ظهر اليوم بين وزراء التيار العوني وتم الاتفاق بحسب المصادر على اجتماع في الساعات المقبلة لإعلان مقاطعة الحكومة ومقاطعة أيضا رئيس الحكومة وهذه أيضا ورقة بيد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسير وبالتالي من الواضح جمال بأن الأمور ذاهبة إلى التصعيد طبعا في الساعات المقبلة وصولا إلى يوم الأحد بعد ظهر الأحد سيكون خروج الرئيس ميشيل عون من القصر الجمهوري ولكن ولاية الرئيس عون تنتهي يوم الاثنين بعد الظهر إذن نحن بانتظار معرفة ما إذا كانت طيب تحدثت عن سيناريوهات سوف تصل إلى سحب الفتيل أم أن الأمور سوف تتعقل نعم وتحدثت عن سيناريوهات من بينها أن يقبل الرئيس باستقالة الحكومة ثم ماذا بعد لو حدث هذا السيناريو كيف سيكون المشهد في لبنان هذا يشبه الجدل الدستوري بشأن كل أو معظم المواد التي يتم السجال بشأنها في هذه اللحظات هي الحكومة أصلا هي حكومة مستقيلة بمجرد انتخاب مجلس نيابي جديد فهي حكومة مستقيلة وبالتالي هل يمكن للرئيس ميشيل عون طبعا فريق رئيس الحكومة يؤكد بأنه بأن لا مفعيل جدية أو لتوقيع مراسيم الحكومة وبالتالي هي حكومة تصريف الأعمال أو ستبقى حكومة تصريف أعمال إلى أن يتم طبعا انتخاب رئيس جديد وبالتالي تشكيل حكومة جديدة ولكن اللافت أيضا في السيناريوهات المقبلة بأن رئيس مجلس النواب قد يدعو إلى حوار وطني اعتبارا من منتصف الأسبوع المقبل وحتى هذا الحوار الوطني طبعا تعرض لهجوم قبل قليل من النائب جبران باسيل الذي اعتبر بأن الحوار يجب أن يكون قبل انتخابات الرئاسة أو قبل نهاية العهد وليس بعد نهاية العهد وبالتالي من الواضح أن التصعيد هو سيد الموقف بين كافة الأطراف اللبنانية وهذا ربما ما سنشهده في الساعات القليلة المقبلة وتحديدا قبل خروج الرئيس ميشيل عون من القصر الجمهوري وسنتابع معك كل التطورات من هناك علي رباح من بيروت شكرا لك ترجمة نانسي قنقر